وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة من ضبط 500 قضية تامونية بمضبطات 731 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 635 طن كما تم ضبط 91 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 734 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و212 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدور القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت 132 طن أقماح محلية